قد استدعى الاتحاد الأفريقي اليوم السفير التونسي المعتمد لديه وحث تونس على تجنب ما وصفه بخطاب الكراهي العنصري وكان الرئيس التونسي قد أمر بطرد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق وقال إن هجرة الأفارقة مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية لبلاده على حد تعبيره وقالت مفوضية الاتحاد الأفريقي إنها أبلغت ممثلة تونس قلقها من استهداف المواطنين الأفارقة بغض النظر عن وضعهم القانوني في المقابل رفضت الخارجية التونسية بيانة مفوضية وأبدت استغرابها من الخلط بين المهاجرين القانونيين وبين عصابات الإتجار في البشر بحسب البيان أيضا نفت الداخلية التونسية ما تردد عن توقيف الأفارقة وأكدت صدور تعليمات رئاسية بالالتزام بالتشريعات في التعامل مع الأجانب القضية وراءها من وراءها من ترتيب لتغيير التوازنات الديمغرافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يستقبلني لكن أنا تقول لو رجع تقول يقتلوني اعتقال مشاكل أنا ضد هذه الزلمة الحاصلة معنا عبر الإنترنت من جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا الدكتور ديفيد مونيايو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جوهانسبورغ والخبير في الشؤون الأفريقية أهلا وسهلا بك دكتور ديفيد مالذي أثار حفيظة الاتحاد الأفريقي من موقف تونس من المهاجرين أعتقد أن ما برز هو التصريح الذي أن الأفارقة مرتبطون بالإجرام وذلك ما لم يقبله أو يستسغه الأفارقة أنه وجه من وجوه العنصرية التي نجدها في العواصم الأوروبية والغربية ولكنه جاء هذه المرة من بلد إفريقي آخر كيف تفهمون الخلفية أو الأسباب الحقيقية التي دفعت تونس لاتخاذ هذا الموقف في هذا التوقيت؟ عندما نفهم الأزمة التي يمر بها أو تمر بها الحكومة التونسية بوجود هذا العدد من المهاجرين في تونس الحكومة التونسية من المفروض أن تفعل القوانين التي تعامل الجميع في تونس بشكل عادل وأن يكون لديهم الوثائق الملزومة لكن تجاوز هذا الحق وربط الأفارقة بدون أي تمييز بالإجرام وكذلك تبني مفهوم أوروبي للعنصرية يقول أن الأفارقة موجودون هناك لأخذ أماكن التونسيين في موقف أو في ناحية فأن ذلك ضد شعار القارة الأفريقية الذي يرمي إلى الوحدة ولا يميز يفرق بين أفريقيا شمال الصحراء وأفريقيا جنوب الصحراء وهذا ليس الروح الإفريقية وإفريقيا تفهم أن تونسي بلد عربي ولكنه بلد إفريقيا إذن ولين بغي أن يميز الأفارقة السود أرجو أن تبقى معي دكتور ديفيد مونياي ما زلت معي سيد قيصر الصياح ما موقف التونسي الآن وقد أثار تصريحات الرئيس قيصر سعيد كل هذا الانتقاد لتصريحاته الأخيرة حول المهاجرين الأفارقة نعم تصريحات الرئيس قيصر صعيد كان متوازنة وواضحة نحن تحدثنا منذ البداية سواء في موضوع التوازنات السياسية أو على مستوى التوازنة العقوقية وكنا أشرنا منذ حين إلى أن المسألة مسألة توجه سياسي ذبوء قانوني بامتياز في تونس يعني أنا الدولة وأقولها بصراحة تتجه الآن تقريبا منذ شهرين أو ثلاث أشهر إلى تطبيق القانون مباشرة بعد أن تم إرساء كافة مؤسسات التشريحية والتنفيذية ومن هناك مجلس عالي القضم وقت الأخير الآن الدولة انتقلت إلى تطبيق القانون على الميدان بحذفرية وسيادة الدول تقاس بمدى قدرتها على أنفاذ القوانين هذا قانون والقانون له سلطان وحيد هو أن ينفذ على الميدان سيد قيسر أين الموازنة وأين القانون فيما قاله الرئيس قيس سعيد بتبني نظرية المؤامرة بربط العنف والجرائم بالجالية الإفريقية تحديدا أين هنا التوازن أولا الرئيس لم يقن أن الأفارق يقومون بالعنف على مستوى العجرة الجماعية التي طالت منذ سنة ونصف بأن المهاجرين هذا ما يغير الديمغرافية في تونس وبأن هناك نسبة جرائم وعنف تزداد وربطها بموضوع المهاجرين للأفارقة صحيح وله الحق رئيس الدولة في ذلك لأنه عندما قال رئيس دولة هذا الخطاب لم يقله من باب عنصري أم من باب تمييزي مطلقا وهو الرجل الحقوقي ورجل القانون الدستوري الذي درس ثلاثين سنة لكن الآن الرئيس عندما قال هذا الكلام قاله بتبني سياسة واضحة عندما نلاحظ سبعمائة ألف تقريبا حسب تصريح الاتحاد العام تونسي لشغل الذي هو موسم ومنظمة نازية وصريحة في تصريحاتها اكتسحت تونس في سنة ونصف فأعتقد أن تونس في ظرف ثلاث سنوات سيكون بها ثلاثة مليون شخص أفريقي باعتبار أن الحدود مفتوحة وبدون تأشيرة ونلاحظ في الامر واحد مئات الألاب من المتدفقين على الحدود وأوضحت فكرة توكي يبدو أن الدكتور ديفيد مونياي عنده ملاحظات حول هذا الكلام رأيتك تهوز برأسك دكتور ديفيد مونياي هل لديك أي تعليق؟ فعلا أعتقد أن وجهة النظر القانونية وأنه لا مجال للسياسة الأفريقية أن يتم تعبيره عن هذا التمييز ومحاولة تبريره بسياسة الهجرة كون تونس لها الحق في أن يكون جميع من يدخلون إلى البلد بشكل قريب هذا لا شك فيه جميع البلدان ينبغي أن تفعل ذلك وأعتقد أن القارة الأفريقية معنية بالعدد الكبير من الأفارق الذين يدخلون إلى أوروبا ولكن هذا شيء لأنهم يحتاجون إلى إيجاد حل لحل هذه المشكلة لكن استخدام ذلك بطريقة يظهر فيها أن الأفارق هم مجرمون هذا يتنافى مع السياسة الأفريقية التي توحد كلمة الأفارق دكتور برأيك دكتور ديفيد الخارجية التونسية تقول أو ردت بأن التصريحات قد فهمت بشكل خاطئ إذن ما هو المطلوب الآن على أرض الواقع من السلطات التونسية لإزالة هذا اللبس الذي حدث والذي بدأ يثير بعض المشاكل ضد بعض المهاجرين من الجاليات الأفريقية في تونس ما المطلوب أعتقد أن ما يحتاجونه هو اتباع البروتوكولات الدولية الأمم المتحدة الاتحاد الافريقي والقانون التونسي ينبغي أن يتم تنفيذه وهذا يعني أن التونس ينبغي أن تعمل مع دول المغرب العربي وكذلك مع الاتحاد الافريقي لإدارة المسألة وضمان أن هذه الظاهرة لا تؤثر في تونس هي تؤثر أيضا في دول أخرى لكن من أين يأتي الانتقاد هو أن يعتبر الأفارقة من جنوب السحراء مجرمين يمكن أن نتعامل مع الناحية القانونية ولكن هذا طبع القانوني لا يختلف تماما عن كون نتحدث عن الأفارقة من جنوب السحراء أو من شمالها نعم من جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا الدكتور ديفيد مونياي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جوهانسبورغ والخبير في الشؤون الإفريقية شكرا جزيلا لك وأشكر كذلك من تونس المحامي والبحث في القانون قيصر الصيح أشكركم موسيقى